اشتركوا في القناة اخارت عشر دقايق فاضطر الستوري التحليلي يتأخر عشر دقايق ولكن نعتذر لو صغرناكم ولكن فوز مهم فوزنا 2 واحدة فارس لقاء مهم جدا بعد الخسارة من النجم الساحلي اللي كانت بفعل فاعل قدرنا نحق تلات نقاط مهمة جدا في انتظار مباراة النجم الساحلي وبلاتنيوم بكرة ان شاء الله النتيجة اللي تكون في صالح النادل اعلي هي فوز بلاتنيوم وعرقلة النجم الساحلي لأننا بنسعى لتصدر المجموعة فوز مهم يا احمد وفي توقيت اهم الفوز ده في رأيي مفصلي لأن النادي الاهلي كان محتاج جدا جدا للعودة دي قدام الهلال بعد الاخفاق امام النجم زي ما احمد قال لكم بفعل فاعل ولكن النهاردة جمهور النادي الاهلي سعيد بالنتيجة كان يطمح في تعزيزها اكتر هنتناقش معاكم هنتكلم معاكم عن احداث كتير تخص المباراة خاصة انت مستحس تماما على المباراة في ست مباراة بيننا وبين النجم تاريخيا بيننا وبين الهلال الستوداني تاريخيا فوز اتنين للاهلي فوز اتنين للهلال تعادل للفرقين في مباراةين ولكن الفوز الاعلى كان للهلال 3-0 في 2007 اللي وصلنا للنهاية وبرضو قصرنا قدام النجم الساحلي باخطاء عرجونية وايضا بفعل فعل فكان مهم جدا او كنا نتمنى ان النادي الاهلي النهاردة يقدر يحقق فوز او سكور 3 او 4 اهداف خاصة ان انت كنت قريب جدا قدرت تسجل هدفين الشوط الاول الشوط التاني المحاولات كانت قليلة شوية على المرمى شوط تاني بالسلسناء لفرصة رمضان صبحه بجونيور اجيه وتصويب مجد افشا اللي عام المباراة كبيرة جدا عوضت المباراة اللي لعيبة قدام النجم الساحلي اعتقد فارس كان ممكن سكور يزيد ولكن ما كانش فيه محاولات كتير على المرمى تحديدا الشوط التاني ممكن اللعيبة استرهاحت للنتيجة استرهاحت للفوز وهدف بايخ جدا 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 من الاهداف اللي هي المواقف البيخة اللي محاولة شوية في النادي الاهلي خاصة ان انت المفروض لاخر ثانية في المباراة يكون تركيزك علي بوسي احمد هو النادي الاهلي في رأيي ان فيلر اجاد قراءة المباراة فيما قبل المباراة بمعنى ان النادي الهلال حتى كنت متكلم معك يا احمد كنت نزل تحليل لي مبارح ففجأت بجمهور الهلال السوداني بهجمة عنيفة جدا لرفضهم اي تقليل من النادي الهلال وطبعا احنا النادي الهلال فريق محترم ولكن هم متحمسين جدا ومصممين هنكسبكوا ذكريات 2007 سهلين اقولك حاجة بقى شهادة حق يعني انت انباراة في تحليلك على الفيسبوك توقعت ان في المدافع عبداللطيف بويا هيعمل راكل الجزاء لصالح النادي الاهلي والنهاردة تحققت انا بالنسبة لي توقعت حاجة ما حصلت افشا فرقت على لحظة بسيطة كان عبداللطيف بويا مدافع الهلال عنده اخطاء حتى شفنا قدام اهل عطبرة كان عنده خطأ في التمركز دايما بيجي اما الاخطاء دي بتانتو كان على تسجيل اهداف او مخالفات بدربات جزاء بتحسب عليه وهو اللي حصل النهاردة بالزبط حتى الحارس بتاع الهلال كان عنده برضو بعض الاخطاء حتى في مباراة بلاتينيوم كان هو المتسبب في الهدف والمدرب صلاح ادم كان وجه له نوع من انواع اللوم والتعنيف والنهاردة برضو في الهدف الهول بس فيه انباء عن اقلت مدرب الهلال اه فيه انباء عن اقلت مدرب الهلال ولكن المباراة في مجملها كان فيها اخطاء من الهلال وكان فيها تفوق من الاهلي بمعنى ان الهلال بيتميز مش بيتميز بالعكس هو فيه سلبية مميزة بالنسبة للنادي الأهلي واضحة يعني فكرة ضعف فكرة الاستحواز يا أحمد الهلال قليل جدا في فكرة الاستحواز حتى قدام بلاتينيوم على ملعبه على ملعبه كان نسبة استحوازه أقل بكتير جدا 46% قدام بلاتينيوم فده انعكس النهاردة لأن فيلر هو بطبعه مع النادي الأهلي بيعتمد على الاستحواز في المقام الأول نستعرض الاستحواز عندنا الاستحواز 23% النهاردة أو 27% الهلال للسودان أو مقابل 73% استحواز لنادي الأهلي والتمريرات احنا كنا بنتكلم أن أيضا فكرة أن الهلال كان عامل قدام بلاتينيوم 281 تمريرة فكنا بنتكلم أن ده مؤشر طبيعي جدا أنه قدام النادي الأهلي النادي لا لعكون تمريرات واللي لا تقل متوسطها عن ما هي اقترب من 550 تمرير مع بايلر نهاردة 762 تمرير رقم كبير جدا في كرة القدم ونرأكد رقم كبير جدا في كرة القدم رقم كبير جدا في كرة القدم ولكن لو استعرضنا المحاولات على المرمى 16 محاولة أنت شايف عدد اللمسات دي والاستحواز ده 762 تمريرة يكون المفروض المحاولات على المرمى يكون أكتر من كده ولا ده متناسب مها المحاولات على المرمى مع نسبة الاستحواز مش شرط أنا مستحوز بالنسبة كبيرة جدا حيبقى عدد الهجمات أو عدد المحاولات على المرمى كبير لأن أنا ممكن مستحوز الاستحواز سلبي 16 محاولة على مرمى المنافس ده رقم كبير جدا في كرة القدم أيضا ولكن المحاولات الفاعلة على المرمى والمحاولات الإيجابية النادي الأهلي 5 من أصل 16 هي دي ترجمة الهجمات في التلت الأخير شفنا أجاي الكرة بتتعد قدامه كان يقدر يسجلها كرة أفشة أكتر من محاولة رمضان هي الفكرة في كده المحاولات اللي عملها النادي الأهلي ك16 كرقم لا طبعا ده مش قليل ولكن ترجمتها بفاعلية على المنافس بين القائمين والعرضة 5 محاولات ده اللي قليل نسبيا خدتنا الأفشة أفشة عامل 6 محاولات من 16 على المرمى منهم محاولتين الحارس تفاعل مع الأولى وقعت من إيدي لكن ما كانش فيه فوله والقرة التانية مسكها الحارس لكن التالتة بقى دي اللي احنا كنا نتمنى نتيجي لأن أفشة كان واضح من بداية المباراة إنه هو فيه تعليمات بالتصويب سواء من مجد أفشة أو من حسين الشحات أو حتى عمرو صليا أو ديانجي لما نزل أو حتى جون الأجياء فكان واضح جدا أن دي تعليمات مدير فني التصويب من على حدود مواطنة الجزاء خاصة في البلوكات اللي كان بيحاول يعملها الهلال السوداني أفشة نجح في قورتين والتالتة سوق بخت كرة جات في العرضة الأرقام برضو بالنسبة لو تكلمنا عن لعبة فيه لعب بقى أرقامه الشحات النهاردة ليه رقم مميز جدا في إجمالي مع الأهلي مش إجمالي مباراة مع الأهلي ولكن في آخر ألف واحد وسبعين دي ألعابهم الشحات سجل 11 هدف وصنع سبعة أهداف بمتوسط هدف ونصه بيساهم فيه كل 90 ديئة وده رقم مهم جدا تمام 10 هدف مشارك فيهم رقم كبير جدا لحسين الشحات وإحنا من أول فارس الموسم تقريبا قلنا إن حسين الشحات خلاص خادث صحراوي وطار على طريق محمد بركات والنهاردة حسين الشحات ما كانش ينفع ما يجيبش جول لأنه أصلا هو بيته جنب الملعب كان مميز جدا ولكن إحنا عايزين نتكلم في حاجة جمهور النادي الأهلي دايما بيطبح إلى ما هو أكثر أحمد لما كان بيتكلم عن نسبة الاستحواز إنعكاسها فيه هجمات لا الهجمات كويسة ولكن الفعالية والأخطاء الدفاعية الأخطاء الدفاعية اللي بعض حاجات صغيرة بتحصل ومتكررة أحيانا بتسبب أهداف في النادي الأهلي زي ما كنا بنتكلم قبل المباراة فكرة الاستحواز مفيدة إن أنت هجماتك قليلة ولكن لما الهجمات بتكون فاعلة عليك لا شفنا قدام الزمالك هدفين بعد تقدمك بتلاتة باني سوف قدر يسجل فيك والنهاردة وأصوان حتى أصوان وده شيء مهم جدا إن احنا نقف عنده جماعة زي ما بنتكلم إن فيه إيجابيات لازم نحط إيدينا على بعض النواقص اللي موجودة فكرة الدفع بأحمد فتحي فكرة جيدة جدا طالما المدرب بيرتقي حاجة تخص السرعات أو تخص الخبرات في مباراة زي دي ولكن على المدى البعيد في البطولة الأفريقية أنت محتاج مدافع بيجيد ألعاب الهواء حاجة مهمة جدا في المباراة الكبيرة تحديدا طبعا طبعا وإحنا شوفنا حتى سليف كلبالي في وجوده مع النادي الأهلي رغم إنه هو مدافع مش الكواليتي الأفضل ولكن كان الميزة لي إيه إنه هو بيقدر بشكل كبير يطلع ياخد التكوف بتاعه ممتاز بيقدر ياخد الكرات العالم ممكن يرجع تاني تشوفه في مصر سليف كلبالي لكن تكملة للفكرة بتاعة فارس بالفعل هو حتى ريني فايلر له تصريح مهم جدا بعد المباراة لما تسأل عن فكرة الدفاع قال إن القرى الحديثة أنت بتلعب هاي لين وبالتالي هو بيختار كوالة معين من المدافعين يقدروا ينفذوا الفكرة بتاعه خاصة كمان إن ريني فايلر بيعتمد جدا على فكرة الاستحواز وطول ما القرى معاك فأجمات المنافس قليلة عليك لكن مع منافس قوي ودور التمانية ودور قبل النهائي إن شاء الله والنهائي أعتقد محتاجين الناس تتطمن على الدفاع يمكن مرة علينا مدير فن يا فارس فيتسا في التسعين كان دايما وجهة نظره أنا ما عنديش مشكلة يجي فيها جول أو جليل أنا هجيب تلاتة أو اربعة لكن بعض المباريات لا تأمن تقدم المنافس عليك وشوفنا وراءة النجم السحلي أعتقد جمهور النادي لله كله في تساؤلات شوية حوالين قلب الدفاع سواء كابتن أيمن أشرف سواء النهاردة كابتن أحمد فتح مش بتكلم عن أخطاء لا بتكلم عن فكرة التوظيف فأعتقد لازم حل ضروري وهو هرب من السؤال بزكاء لأن رجل دارس إعلام كويس جدا قال أنا لما تسأل عن ليه أحمد فتحي ومش ياسر إبراهيم قال أنا بتكلم عن طريق الأداء إحنا تكلمنا قبل كده عن طريقة هو رجل دارس إعلام ودارس صحاف وبالتالي في بعض الأسئلة بيكون غريبة يعني حد بيكلمه أنت منزل المهاجم في آخر وقت لا هو مش شرط أن أنا بنزل مهاجم مهاجم نازل فت بيحافظ بيوقف المدفعين معاه مش كل تغيير أن أنا بنزل مهاجم بدري بحيث هيسجل أهداف أه طبيعي الدور الأول للمهاجم يسجل أهداف ولكن لما المهاجم بينزل فت بليقتل بدنية بيقدر يعمل يقطف هدف أو لو على الأقل حيقدر يوقف المدفعين لأنه هو نازل بدنية نفاق جدا وبعض الأسئلة بيتعرض إليها فيلر أعتقد بيكون فيها شكل من عدم المنطقية بسوء بيتعامل بزكاء وبلاحظ أنه بيتجنب الردود على الأسئلة دي وبيتعامل بهدوء نتمنى يستمر على هدوءه ودحكته الصافية دي ابتسامته الهادية وخاصة كمان أنه هو لما بيكون على الخط هادي بيقدر يقرى المباراة بشكل كويس جدا النهاردة عمل تغييرات نزل أليو ديانج ووليد سليمان كان وصل عندي وجهة نظر فيما يخص أليو ديانج أليو ديانج لعب ياخد وقت عشان يقرى المباراة يعني مش هو أفشة أفشة النهاردة شوفنا هو بيصنع الهدف كلاعب ارتكاز أفشة بيعمل حاجة جميلة جدا اللي هي هاوتو بيكا بس إزاي تختار البس بتاعتك هاوتو بيكا بس أنا إزاي هاختار التمريرة دي حاجة صعبة جدا في كرة القدم هو اختار التمريرة هو مش بيمرر بشكل عشوائي لا ده هو عنده الرؤية وعنده الفجن مختلف عن أليو ديانج سواء دفعيا أو هجوميا بياخد شوية عشان يدخل في المباراة فأعتقد أليو ديانجي مناسب جدا أنه يبدأ المباراة أكتر من فكرة أنه يبقى بس يبدأ المباراة وجهة نظر مش مركز ستة وإحنا طبعا ألف سلامة للحمد فتح مفتقدينه تماما لأن أليو ديانج فيه بعض السلبيات في مركز ستة فهو لذلك هو لاب عمر السلية مركز ستة ولما حاب يغيره أم من نص الملعب نزل بأليو ديانج ما كان ودي سريمان لأنه فيه بطء شوية في سرعة الارتداد عند أليو ديانج لكن هو المميزات اللي فيه بتشير أنه يكون مركز تمانية بيقدر يطلع بخورة بشكل كويس الباص بتاعه كويس لما بيدخل متأخر في المباراة كنت نتكلم في عدد التمريرات الخاطئة نتيجة أنه هو نازل مش قارج جيم بشكل كبير نتمنى ياخد الوقت وياخد الفرصة كاملة ويثبت أنه محترف على قدر النادي الأهلي زي ما فيه محترفين وعلى رسول معالي معلول اللي طبعا افتقدناه النهاردة ولكن محمود وحيد قدر يسام النهاردة مع محمداني في صنع 19 عرضية وده رقم كبير جدا في العرضية أكيد ولكن بعيدا عن تحليل المباراة وبعيدا عن الزهار الفنية كان فيه بعض اللقطات تستدعي نعف عندها فيه جملة لحفيز دراجي المعلق اللي أنا بحبه جدا وهو أهلاوي الهوى كان بيقول الناس عشقهم للأهلي في مصر مختلف عن عشق الناس لنواديهم في كل البلدان طبعا دي جملة في رأيي ما طلعش غير من مشجع عشق الجمهور المصري النادي الأهلي مختلف عن عشق أي جمهور لناديه في كل البلدان تأكيد ويمكن بيشارك الكابتن حفيز دراجي الكابتن عصام شروالي برضو برغم ميوله للتراجي ولكن بيحترم جدا النادي الأهلي ولو تصريح شعير جدا لو لا النادي الأهلي اللي كان للأنديها التونسية شاء من آخر نتمنى ما نقولش لو لا التحكيم لو كان للأنديها التونسية شاء من آخر اللي دايما حالتنا مع النادي الأهلي مش تمام عندنا بقى تصريحات مقبل المباراة جمهور الهلال أو الصحف في السودان لقى ان انت اتعدلت مرتين معنا فوزنا عليك مرتين هزمنا مرتين فبالتالي الكافة متوازنة فبدأت التصريحات تطلع على شكل كنا دايما بنشوفها المدرين الفنين للفرق المنافسة لقىنا بقى الصحافة المرادي الهلال يدخل الرعب في قلعة الأهلي المصري تكال ده تصريح بيقال في مواجهة النادي الأهلي وتصريح تاني سلسية كرينكو جدون وداريو كان صدع في رأس الأهلي المصري طبعا جدون ده اللي هو كان في 2007 والسلسية دي كانت في مباراة 2007 اللي كانت صعبة تتكرر تاني ومعيشين على ذكرها المباراة بالزبط كده يمكن عشان دي كانت آخر مباراة التصريح هي التالت باعثة اللي لها لتصل القيارة من واجهة الاهلي بدوري أبطال أفريقيا وبيقولوا ان البعثة شاورت للنادي الأهلي بسلسية المدرب كان متزن جدا في تصرحاته يا أحمد بخلاف الصحف السودانية موضوع العكس اللي أبطال أهلي ممتع لأنه أحد الفرق التي رسمت تاريخ الكرة في العالم وليس أفريقيا فقط سعداء بمواجهة نادي القرن الأفريقي بالتأكيد حاجة راجل متوازن وراجل عارف أنه بيواجه نادي القرن فعلا أفريقي فكان لازم يكون تصريح كده على العكس المدربين جنوب أفريقيا والأنديا دي بتبقى بس كان فيه أهم حاجة في المباراة وأهم لقطة في المباراة يا أحمد لقطة مثالية جدا 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 لكابتن محمود الخطيب وهو بيروح للجمهور ويطالب باحتواء الموقف ويطالب بعودة الجمهور للتشجيع وعاد فعلا الجمهور للتشجيع وعايزين نقول يا بخت النادي اللي رئيسه بيقدر جماهيره دي هتلاقيه في النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب بينزل ويمكن حتى شفنا المشا فيها معاناة ولكن يوصل لمدرجات جماهير التالتة شمال في لقطة مهمة جدا من أحد المشجعين ويحطوا له إيديه على راسه يعني أنت على راسنا كابتن بيبو حاجة فعلا تقدير متبادل بين رئيس النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وزي أنا بقول يا بخت النادي اللي رئيسه بيقدر جماهير النادي بس يا أحمد أنا عايز أقول حاجة للجمهور الموضوع جماع سلسلة من طريقة التفكير هو مش حدث فردي إمبارح كابتن محمود الخطيب كان بيكلمنا بالأمس عن فكرة معاناة الجمهور في الذهاب للأستاد حنستعرضها وإحساسه بالجمهور والنهاردة فعلا بيترجم ده في الملعب فكرة كل الأندية عندها رؤساء ولكن النادي الأهلي جمهوره عنده أب هي دي فعلا الفكرة الحقيقية اللي بتلخص فكرة لها علاقة بالانتخابات وفلسفة الإدارة فيما يخص عائلة النادي الأهلي هو الموضوع كده يا جماعة مش تجميل هي فعلا فكرة احتضان الجمهور والشعور بأن الجمهور ده ليه فضل كبير جدا على كابتن محمود الخطيب نفسه لأن كابتن محمود الخطيب كان بيقول في تصراحات قبل كده أن دور الجمهور معاه والحب اللي ادهوله عمره ما حينساه ولحد دلوقتي محتفظ بده ولكن نتمنى أيضا من الجمهور أنه هو يا أحمد يساعد الإدارة ويساعد النادي متأكدين أن الجمهور عنده رسالته اللي جاي أديها في الملعب ومتأكدين أنه لازم نساعده عشان يأديها على أجمل وك ولكن الظروف المحيطة الظروف بتاعة المباريات عايزين نرجع للمدرج أكيد أي حاجة بيتعرض لها الجمهور الإدارة مسؤولة أنها تتصرف فيها وهي دي الفكرة سيب الدول للإدارة تتصرف عشان كده نقدر نتخطى أي فكرة وفعلا نستفاد بحلم أستاذ الأهلي اللي كلنا هنبدأ الخطوات بتاعه حلم أستاذ النادي الأهلي كان فيه تصريح استكمال اللي كلامك للكابتن محمود الخطيب أنه نخدنا حق الانتفاع لملعب السلام أو الساد السلام لكن كابتن محمود الخطيب قال أستاذ النادي الأهلي هيتبني بجماهيره وأعضاءه ومجلس إدارته يعني حط الجماهير رقم واحد عندنا طبعا فيه توقيع مذكرة التفاهم بين الأهلي وشركة استداد طبعا شفنا الاحتفال وكان فيه أهم أخبار الموضوع أو أهم الأربع محاول رأسية هو استاذ السلام بحق الانتفاع كمان عندنا خدنا فرع أو نادي طيبة في السعيد وتحديدا في الأكسر وأصبح فرع للنادي الأهلي برضو حق انتفاع لمدة 25 عام ومجمع حمام سباحة برضو 25 عام وطبعا تطوير قناة النادي الأهلي وطبعا ده شيء نتمناه وبيتمنى جميل النادي الأهلي لكن حابين نلقي الضوء على ملعب طيبة أو نادي طيبة اللي النادي الأهلي حصل على الانتفاع لمدة 25 سنة عشان يكون نافذة النادي الأهلي في السعيد فهو تحديدا في الأكسر بينه وبين زي ما حرقكم شايفين ده يمكن صور بتعرض لأول مرة الملعب ده ملعب قانوني وبيسع ل7000 مشجع الملعب على مسافة 13 كيلو متر من مدينة الأكسر الملعب على مساحة 13 فدان النادي الأهلي على مساحة 18 فدان فالملعب على مساحة 13 فدان يعني طبعا فرع الجزيرة 18 فمساحة كويسة جدا عنده بوابة رأيسية واربع بوابات فرعية فيه حمام سباحة كبير حمام سباحة الأطفال فيه ملعب مفتوح متعدد الأغراض واثنين ملعب تنس وملعب خماسي وصالة ألعاب كمان فيه مطاعم وقاعة مناسبات بتسع العدد ألف شخص غير المكاتب الإدارية أعتقد نقلة زي ما حضرتكم شايفين نقلة مهمة جدا للنادي الأهلي فرع للنادي الأهلي في الأكسر لخدمة أبناء الصعيد وده اللي هيترتب عليه في روحة أخرى ودى التفكير بر السندوق في وحدة النادي الأهلي الاقتصادية زي ما الكابتن محمود الخطيب أعلنها والحقيقة أنا عايز أقف عند نقطة مهمة جدا ولقطات ربما تمر على البعض الكابتن محمود الخطيب كان موجود على المنصة الأستاذ محمد كامل وطبعا العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي وكان مقدم الحق الأستاذ إهاب الخطيب ووقت التقاط الصور التسكرية الكابتن محمود الخطيب أشار لمقدم البرنامج الأستاذ إهاب الخطيب ينده على مجلس إدارة النادي الأهلي حتى في الصور المشهد رائع والتلاحظ بسيء دي ممكن تكون عادة طلع بعض ناس إشارة واضحة من كابتن محمود الخطيب وبالفعل بعدها على طول الأستاذ أهاب الخطيب قال يتفضل مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل نستعد جزء من الحق ممكن نستعد جزء من الحق أه شرفنا هنا وده فكرة النادي الأهلي المؤسسي كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي ولكن في مجلس إدارة وعمل بيخص مجلس إدارة النادي الأهلي كل التوفيق طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل على رسوم الكابتن محمود الخطيب وأعتقد لحظات تاريخية وبالنسبة للبعض اللي بيتسائل عن فكرة ملعب السلام حق الانتفاع النادي الأهلي فقط لغير اللي يلعب وحتى الآن هو فيه مزاكرة التفاوم ما تمش العقد إن شاء الله من أول يناير ممكن نلعب بفارس نادي الانتاج الحربي لكن مؤكد تدريبات الانتاج الحربي هتتنمع عليه لأن طبعا ده ملعبهم ولكن التدريبات الخاصة بالنادي الأهلي ممكن قطاع ناشئين أو مدينة نصر هتتنقل لفرع السلام وده هيقلل التكاتب شوية في الفرع مش القطاع بس الأول مش الفريق الأول يا أحمد عندك القطاع تقدر تروح تتضرب لأن فيه ملعبين فرعيين وكمان أنت بتتكلم فيه النستاد السلام والملعبين الفرعيين والنادي الأهلي حتوفر له 55 مليون جنيه كعائد سنوي طبعا إحنا بنتكلم جمهور النادي الأهلي برضو عشان اللي بطرح عليها التساؤلات أنا حابب أقول أن تكلفة إنشاء استاد زي أليونز أرينا كانت وصلت لحوالي 320 مليون يورو المبلغ ده يقرب من 6 مليار جنيه مصري النادي الأهلي بيفكر تفكير عملي مرتبط بالمعطيات والظروف المتاحة وده فعلا يا أحمد زي ما قلت التفكير خارج الصندوق أنا بوفر فكرة عاجلة لحد مشروع الكبير قائم ولكن في معطيات تسمح أنا بنشوف يا أحمد متوسط الحضور الجماهيري في الموسم نتيجة الظروف ونتيجة بعض التحفظات على حضور الجمهور في المباريات بيكون متوسط منخفض كمان مش كل المباريات كان بيبقى فيها جماهير فبالتالي أنا لازم أشتغل المعطى بتاعي وفقا للي حاصل فطبعا كانت فكرة استاد السلام فكرة رائعة جدا خصوصا أنه زي ما قلنا بتوفر تدريبات للفرق وكمان أنت حتقدر تعمل أنا نفسي ده بقى التاكت سيزون اللي موجود في العالم كله التذاكر الموسمية تقدر تبيعها بأسعار يبقى كل سواء لأعضاء النادي أو من خارج أعضاء النادي كمان موضوع السعيد إحنا استعرضنا يا أحمد الإنشاءات أو الحاجات الموجودة ولكن أنا شايف برضو في حاجة مختلفة تماما فكرة توجه النادي الأهلي المرتبط بأنه هو بيوصل لأماكن جغرافيا لها علاقة باتساع دوره المجتمعي واتساع دوره المؤسسي وأن أنت توصل يا أحمد للقطاعات كان يمكن النادي الأهلي مش قادر يتواصل معاها سواء من خلال رؤيته الاقتصادية أو من خلال الأفكار الخاصة بالنادي الأهلي أنت بتوصل لأماكن أنت كنت بعيد عنها وكل ده هيكون لتأثيره ودي بداية كمان ده بداية وده كمان تفكير بعيدا عنه هو اقتصادي هو تفكير سياسي في المقام برضو الأول كل دي حاجات وكل دي تطورات وكل دي بدايات لإن شاء الله أن نشوف طفرة كاملة ونشوف طفرة على مستوى كل حاجة حتى القناة أحمد زي ما قلنا أكيد فيه تطوير أكيد أستاذ محمد كامل عنده أفكار لأنه هو دايما في جعبته كثير من الأفكار وده اللي حننتظر نشوفه الفترة الجاية من النادي الأهلي ده استكمالك نبك فيه نقطة تانية كمان مهمة يعني النادي الأهلي لما خد أرض مدينة نصر كانت صحرة تقريبا بدأ شراء الأراضي حوالين النادي الأهلي نادي الأهلي لما خد في التجمع الخامس الناس اللي موجودة حوالين أرض النادي الأهلي بيبقى الوقت أن أنت بجوار النادي الأهلي فأعتقد هتحصل نقلة نوعية جدا لمدينة السلام موجود النادي الأهلي أو أستاذ النادي الأهلي ده كله بيسري المجتمع قد بعدين يا أحمد عايزة أقول حاجة أنت أربع فروع أنت بتتكلم في أندية كبيرة جدا بتحاول لسه توصل للفرع التاني أنت عندك مؤسسة عندها قناة من 2008 الأندية بتسعى أن هي يكون عندها المشروع دك بداية أنت بتتكلم عن عمل مؤسسي يا أحمد أكيد بالتأكيد وإن شاء الله مزيد من التقلق والنجاح وخطوة تعد بداية وإن شاء الله منتظرين الكثير والكثير وإن شاء الله نشوف فروع أخرى تانية للنادي الآهلي في كل ربوع مصر عشان هو ده دور النادي الآهلي المؤسسي وطبعا بيزيد من شعبية النادي الآهلي وارتباط المواطن أي حاجة على اسم النادي الآهلي كل المشجع لو بيتمنى تكون قريبة جدا منه فكان فرع الصعيد هو البداية إن شاء الله كل التوفيق النادي الآهلي في المرحلة القادمة وننتقل باتجاه آخر الغريب أنه أثار حفزة البعض من الإعلام المصري براءة الآهلي والنجم السحلي الآهلي بيتعرض لقطع تحكيمي فادح بيؤثر في نتيجة المباراة وبنلعب عشر لعبين من أول اثنشر دقيقة الآهلي قام بدوره وجه خطاب للكاف وجه خطاب للاتحاد الدولي لكرة القرن خلونا نسترد أهم الأربع محاور اللي طالب بها النادي الآهلي في خطابه للكاف وثلاث محاور في خطابه للفيفا أعتقد يا فرس أربع محاور أول محور فيهم إن النادي الآهلي طالب بتطبيق تقنية الظار حتى الآن حتى الآن النادي الآهلي المتهم بفكرة مجامل التحكيم بيطالب جميع الاتحادات سواء الأهلية سواء الاتحاد المصري أو الاتحاد الكاف بيطالبوا تطبيق تقنية الفار مش بس في النهاية ده في جميع مراحل المسابقة لأن خلاص البطولة بقت حساسة جدا النقطة الثانية عدم تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة لأن النادي الآهلي تعيين له حكم جواشها بندو ده لمباراتين مبارات غنيا مبارات غنيا الاستوائية مبارات غنيا الاستوائية ده يوم 28 تسعة بالضبط النقطة الثالثة تعيين الحكام النغبة والخبرات أنت عندك في أفريقيا في حكام يتميزوا بالخبرات المفروض لما يكون فيه مباراة حساسة أو مباراة بين فريقين على تصدر مجموعة أو أتقل فريقين في المجموعة أو في دور التمانية لازم يكون الحكم عنده خبرات تحكمية مش حكم قليل الخبرة دي النقطة الثالثة وكانت من أهم النقاط التزام اللجنة المكلفة باختيار الحكام بالحيادية والشفافية وده مالوش بقى علاقة بالواقع اللي النادي الأهلي سرد مبرراتها فيما يخص طرد لعب في ديئة 12 وعدم احتساب راكل الجزاء أو وقت بضل ضايع تم التقاضي عنه بعد أكتر من خمس إصابات النادي الأهلي وضح بشكل كامل ولكن الشفافية في اختيار الحكام لأن ده النادي الأهلي أسقط عليه فيما يخص خسارة نهائيين متتاليين بالقرارات غريبة واختاب الفيفا يا أحمد نروح له لأن ده كان الحاقا للخطاب الخاص بالاتحاد بخطوة مكملة وخطوة جيدة جدا اللي هفزره ند الأهلي بص يا أحمد هي الناس بتتكلم في نقطة فيما يخص أولا الخطاب ده وجه للجنة الخاصة بالأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم الناس بتتكلم في أن اللجنة الخاصة بالأخلاق دي يا أحمد هل هي هتنظر في الشكوى إحنا عايزين نتكلم بشكل واضح اللجنة الخاصة بالأخلاق وفقا لقواعد ما تم إعلانه في الفيفا وفي القوانين الخاصة بالمحددة لمهام اللجنة هي بتنظر في شكوى إذا كان من ضمن بنودها ثبوت حلة الرشوة يا أحمد إما أو الفساد أو الرشوة بتسجيلات صوتية أو التسجيلات مصورة أو البند التالت إجراء قانوني تم اتخاذه ثبت فتقدر تحقق مع الحكم ولكن النادي الأهلي قدم الشكوى لأنه هو افترض مجموعة من الإطار والملابسات اللي بتؤكد أنه هو مش فكرة الرشوة للحكم ولكن هو تكلم في إطار الأخطاء اللي حصلت يا أحمد وده نوع مهم جدا من إزبات الحكم هو ده بقى خطأ إجرائي وعلى فكرة إن لم يستند الاتحاد الدولي لفكرة أنه ليس هناك ما يمنع ولكن ده خطأ على الأقل مش منطقي إن أنا بعين حكم لفريق متتالي من ضمن حكام القرى كلها لنفس النادي مرتين وملحوظة تانية إن الحكم اللي أدار 24 مباراة في بطولة دوري الأبطال أدار يحمد سبع مباريات لأندية تونسية فأحنا بنتكلم لأندية تونسية ربع المباريات اللي أقدرها في مسيرته في دوري الأبطال أكيد رقم غريب جدا يخلينا كمان نشوف شكوك ونشوف كمان إن النادي الأهلي بيحفظ حقوقه لأن التحكيم في الاتحاد الأفريقي أصبح مصار تساؤل دي خطأ مهمة جدا ودي كانت النقطة الثالثة هي فكرة الإصرار على عرقلة النادي الأهلي خلال السنوات المضايا والحقيقة الأعلام المصر تناول الأمر ده سواء أعلام منافس أو حتى بعض الأعلامين المحسوبين على النادي الأهلي طبعا خارج قناة النادي الأهلي أو مجالة النادي الأهلي اتكلموا بفكرة هو الأهلي هيستفيد إيه من خطابه للفيفا وإن الأهلي إزاي بيتكلم عن فكرة عرقلة النادي الأهلي خلال العامين المقبلين طب هو كان بيغير أجهزة فنية ليه؟ وده حصل على قناة قن طايم أعتقد أمر باديه جدا النادي الأهلي قسر تحت كاد كارتيرون باترس كارتيرون المباراة النهاية أمام الترجي التونسي يوم 9 نوفمبر استكمل دوره مع النادي الأهلي وتم إقالته بعد مباراة الوصل الإماراتي اللي كان وقته عاشر الدوري الإماراتي يوم 22 نوفمبر لو النادي الأهلي كان عايز أخيل باترس كارتيرون عشان خسرته من الترجي كان أقاله من يوم 9 نوفمبر لكن تم إقالته بعد مباراة الوصل الإماراتي أنت بتخرج قدام مع احترامي لي طبعا عاشر الدوري الإماراتي وطبعا كان فيه سلبيات كتير جدا خلال إدارته للمباريات وإدارته للمباريات الدوري وأشياء كتيرة جدا كان أفقدتنا نقاط كتير في الدوري وتقريبا ضحها بالدوري عشان بطولة أفريقيا وهي البطولة الأسهل بالمناسبة ويمكن بعض جميل النادي الأهلي يعني تختلف معي في نقطة باترس كارتون لا كانت البطولة الأسهل قابلت في دور التمانية حرية كونكري قابلت في دور الأربعة وفاق سطيف في الوقت اللي كان مثلا حسام حسن مع المصر بيقابل اتحاد العاصمة الجزائري فاز عليه زهاب وعودة احنا فوزنا هنا 2-0 وروحنا هناك تقريبا عصابنا جمدت في مقش الدور قبل النهاء أمامه فاق سطيف فكلام فني لا فيه مشاكل كتير جدا ولكن تم منح الفرصة خسرنا من الترجي استكمل للبطولة العربية وكان فيه توقف دولي وقتها مباراة مصر وتونس لكن استكمل ولما خرج من الوصل الإماراتي لأسباب فنية تم إقالته ولما كابتن محمد يوسف كمل في شهر 12 جميع المباراة اللي عبناها في شهر 12 بنفس اللعيبة عشان الناس بتقول القماشة اللي كانت موجودة ممكن تكون أقل من السنة دي أو أقل من التجديات اللي حصلت لكن بنفس اللعيبة دي كابتن محمد يوسف ما تعرقلش غير في مباراة واحدة أمام الداخلية 2-2 كان خطأ لأحمد علاء فعشان فكرة إقالة المدرب وإقالته كانت بعد وقت طويل من المباراة الخروج الثاني كان للأسارتي وكانت نتيجة سقيلة جدا وأسكر نتيجة لنادي الآهل في تاريخه الأفريقي نادي الآهل استكمل بلأسارتي الموسم وكان متأخر في بطولة الدوري وعملنا رمونتادة وقدر النادي الآهل يخوز بالدوري في وجود لأسارتي فخرجنا أمام سان داونس برغم أن فيه هدف من راكل الجزاء غير صحيحة وهدف آخر من الخمسة لمسة إيدي المهاجم قبل ما يعمل أسست وأعتقد 3-0 غير المباراة العودة اللي كان فيها بكاري جسامة كمان كان فيه هدف غير لاجونير أجايف في بداية شود تاني غير محتسب وهدف صحيح وحرمان من راكل الجزاء وكمان كان فيه ممكن طرد في بداية المباراة لشد وليد أزار وورايا انفراد فأعتقد كان أخطاء تحكمية واضحة جدا واستكمل لأسارتي فإحنا أولا ما غيرناش مديرين فنيين عشان أخطاء تحكمية أو عشان خروج من أفراقيا النقطة التانية بديه جدا بديه جدا وفي العالم كله مديرين فنيين يتغيروا لخطأ حكم أو يتغيروا لخطأ لاعب في صفوفه خطأ حارس مرمى خطأ مهاجم ضيع الكرة برة فبتحصل نتيجة سلبية فبيتم قالة المدير الفني أو تغيير المدير الفني فمش عايزين نربط هو أنت عشان أقلت المدير الفني يبقى أنت ما فيهش أخطاء تحكمية لا وارد جدا فيه أخطاء تحكمية بس أنا أقلت المدير الفني ممتق غريب جدا ألا ده تقال في أونطايم وكانت حاجة صعبة جدا لكن الأهم بقى عشان نقول بقى شبهت ليه السلوك ده صعب شوي الحكم جوشواء بوندو اللي هو البتسواني اللي حكم مباراة إليه النجم الساحلي من 3 سنين أو من 4 سنين أو من 4 سنين في الكنفترالية 2015 مباراة الرجاء المغربي أمام النجم الساحلي مباراة الزياب كانت في المغرب زي ما حراكم شايفين دي لقطات من مباراة العودة الرجاء فاز 2 سفر في مباراة العودة النجم الساحلي كان مطالب يفوز 3 سفر القرة دي الحكم في أول 15 دقيقة طرد لاعب من الرجاء عبد الجليل جبيرة في كرتين دي كرة منهم المفروض الفاول للرجاء ده حمد النجاز طبعا حمد النجاز عمل فاول شد باليمين مجاش أم شده بالشمال فالحكم أو اللاعب عبد الجليل جبيرة راح للحكم رقم 20 بيعترد ويده جنبه الحكم على طول اداله انذار خلينا من الاعتراض وهو يستحق الانذار الفاول نفسه اللي حصل من حمد النجاز في هجمة وعدة كان يستحق الانذار تعالوا شوفوا بقى الانذار الثاني بعد خمس زيء بالظبط برضو حمد النجاز النهاردة حمد النجاز أول أسبوع ده تقريبا حمد النجاز مسمع معنا الكرة دي واضحة جدا ما فيهاش اي حاجة يعني هتتعدى الوقتة قدام حضراتكم حتى لو فيها فاول ما تستحقش ابدا انذار تاني وفي الديقى 15 في الديقى 15 نفس اللي حصل بالظبط مع اي من اشرف كرة تستحق انذار لو فيها فاول قانونا واترد اي من اشرف وشان لعب عشر تم الموقف تماما في 2005 يش ايها الكرة واضحة ايها فيش اي حاجة ولو فاول حتى يعني احتكاج عادي جدا ولو فاول ما فيش اي انذار زي ما حرركم شفتم فده حصل 2015 فلما يجي نفس الحكم ده ويحصل معاه 2019 ونفس الطرد ونفس الفكرة لا لازم نصير شكوك خاصة أنه حكم سبع مباريات النقطة الأهم ودي اللي عايز أوصلها لطبعا أستاذ زميلنا الإعلامي الأستاذ كريم رمزي اللي هو أتكلم في فكرة خطاب الأهلي للفيفا ليه وأن النادي الأهلي أقال مدير الفنين ليه الحقيقة احنا خسرنا الوداد ماتش الوداد 2017 كان لينا رقل الجزاء هنا في مصر ما تحسبتش لواليد أزارو برضو وروحنا هناك جاب كاري جسامة في ماتش تاني للوداد مع زناكو وفي مجموعتنا في 2017 كان هو في المجموعة والمفروض الوداد يفوز وكان متعين دانيال بنت الحكم الجنوب أفريكي المبارات الوداد وزناكو الوداد اعترض على الحكم دانيال بنت على أساس أنه ممكن يقابل صندوز في الأدوال التالية فتم استبعاد الحكم ده وجاء بكاري جسامة في النهائي قدام الأهلي جاء بكاري جسامة بعدها بأسبوع يروح المغرب لمباراة الصعود بكاري جسامة فدي كلها حاجات ما تسرش الشكوك وتخلي النادي الأهلي يقول ستوب ونحافظ على حقنا النادي الأهلي اللي دايما متهم انه بيتجامل تحكميا لا خطوة قوية من النادي الأهلي نتمنى استمرارها ونتمنى التصعيد وفي نقطة مهمة جدا اتقالت من سكرتين الاتحاد السابق قال ان في بعض الترتيب أو الأولويات داخل الاتحاد الأفريقي قال مصر بتأتي في المرتبة الثالثة بعد المغرب وتونس لازم ننتبه لنقذ دي مهمة جدا وده بنوصل رسالة لللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد كرة قدم مصري اعتقد بتشوفه الأزمة اللي حصلت بين الوداد والتراجي ازاي الاتحادات الأهلية كانت بتدافع عن حقوق النادي ده في مصر بيحصل دفاع بس مش عن نادي الأهلي لما الإسماعيلي خرج من البطولة السيد هاني بوريدة وقتها قدر رجع الإسماعيلي في قرار احنا اول مرة نشوف الكاف ان يستبع الفريق ثم يعودته ثاني نادي الزمالك بعد اقاف رئيسه بيحضر المرأة النهائية الحكم اللي حرم النادي الأهلي من راقل الجزاء لواليد أزارو ومرأة الأهلي والوداد هو نفس الحكم اللي حرم نهضة بركان من راقل الجزاء في القاهرة وهو نفس الحكم اللي عمل خطأ خرق واضح للقانون بعد ان ترد جنش وقت رقلات الترجيع كل ده بيحصل احنا عايزين نقول لو فيه أولويات برضو في مصر اعتقد نادي الأهلي في الأولويات التالتة والربعة وارسالة أخيرة في الموضوع ده أرجو واحنا بنحدد مباراة النهائية دورة أبطالة وفرقة اللي هتتلاقب من وراء واحدة ما يكونش الملعب محمد الخامس بص يا أحمد في الإطار ده بعيدا عن حالات انت استعرضتها تفصيليا لا أنا عندي بقى أسس عامة ونقاط عامة لازم نتكلم فيها مباراة الرجاء كمان عشان منساش اللي انت استعرضتها لا ده الرجاء ليه وقعة غريبة جدا سالتسعة وتسعين مع الترجي صفر صفر في المغرب وقت إصابة شكر الوعية وتم بقى إعداد العدة كاملة لمباراة العودة الحكم منتير وجام الرسل أخضر حكم ما عندوش أي تاريخ وبيطرد المدافع بتاع الرجاء عبداللاطيف جرندو بسبب التحام وبيدينه طرد والمباراة من خارق واللعبة من خارج التمنتاشر بيفاجأ لاعب الرجاء باحتساب عرقل الجزاء فانت بتتكلم هنا طبعا المباراة وقفت لمدة تقترب من ربع ساعة وفاز الرجاء بالبطولة في الآخر على فكرة بدربات الجزاء ولكن سيناريو متعمد ومتكرر الطرد البدري اللي بيهمد المنافس واللي أنا بقدر انتصر عليك من خلاله وعلى فكرة مدرب الرجاء وقتها كان لتصرحات شهيرة جدا إن عرضت عليه رشوة من جانب مسؤولين في نادي الترجي وده طبعا حاجة خطيرة ولكن أحمد في حاجة مهمة جدا وهم أربع نقط سريعا فكرة إن الفار بيعطل في تونس في نهائيين متتاليين ده خطأ لا يقبل فكرة يا جماعة إن احنا نتجاوزه ده الاتحاد الأفريقي واخد الكرة الإفريقية إلى أين انت بتتكلم في نهائي الفار في مباراة الزهاب موجود في مباراة الاياب الفار معطل وده بيخل تماما بفكرة تكافؤ الفرص لا انت طالما أدخلت الفار في مباراة الزهاب أصبح الفار شرط من شروط المباراة وعنصر من عناصر اكتمالها قانونيا انت جيت في مباراة العودة الفار بيعطل في تونس غالبا ودائما بفعل فاعل في مرتين الفار بيعطل الحاجة الأغرب إن سعيد الناصري رئيس نادي الوداد بيخرج بتصريح إن اتقلوا كم من المباراة وحنعوضك السنة الجاء في البطولة هكذا وده تصريح لم يمفيه أي مسؤول انت بتتكلم هكذا تدار الكرة الأفريقية والأغرب الأغرب بالنسبالي وأنا مش عارف إزاي الإعلام ما صلتش الضوء على النقطة دي سليمان وباري الرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي قدر بنجاح موقع يلا كورة وبشيد بيه طبعا هنا إنه يجري معاه حوار وبيكلموه إن انت إيه رأيك في ظلم النادي الأهلي من نادي النجم الساحلي في وجود الحكم البوتسواني رد رد غريب جدا قال انتو عندكو ست حكام مختارين للجنة منهم الحكم المصري عصام عبد الفتاح فكيف يظلم النادي الأهلي لا هنا بقى رسالة بنفس المنطق لكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة الخاصة بالتحكيم في الاتحاد الأفريقي بيتحدث بشكل مباشر إن انت راجل مسؤول وليك صلاحياتك أين أنت النادي الأهلي مش طالب أي مجاملات من أي حد ولكن حضرتك فين من ده الراجل نفسه معترف إن كفاءة التحكيم في المصابقات الأفريقية أنت عنصر هام فيها أين أنت من ده فين تصرحاتك فين تطوير حضرتك مش عارف إن الحكم بيعين لتاني مباراة التواية الأهلي والتصريح الأج أغرب بالنسبالي واللي أنا مش فاهمه ورد غريب جدا يدل إن رئيس لجنة الحكام عنده منطق غريب جدا بيقولوله إن رأيك طيب إن اللعبة كانت تستحق الطرد ولا لا قال لهم لا أنا معلش أنا كنت في برجوي فمش متابع عارف إنت على طريق بس المرسي مش متابع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي ما فكرش يبص اللعبة اللي عمل الجدل دي صح ولا غلط إحنا بنتكلم يا جماعة في مهزلة وأنا بأطالب فكرة تدخل الفيفا في الإشراف عشان كده النادي الأهلي عمله صح النادي الأهلي بيقول بصوا على لجان التحكيم النادي الأهلي خرج بحاجات مش عارفين الفيفا عارف بها ولا لأ المفترض أن الفيفا يكون بيتابع ولكن أنا رأيي أن حل مشكلة التحكيم في الأفريقيا لا أن يبقى فيه إشراف خارجي على لجان التحكيم في الأفريقيا والناس اللي بتقول أنتوا بتتكلموا فيما يخص الاتحاد الدولي والاتحاد الدولي اللي دخلوا لا حضرتك الناس ما بتفكرش كده خالص دي زيه مارسيل دي زيه لاعب تشيلسي السابق لنا ممكن نعرض الخبر يا عمارة كان بيحلل المباراة في أحد الستوديوهات وبيكلموا عن كرة هدف تلغى لنادي آيكس بداعي التسلل رد قال أن أنا مش مقتنع إزاي بعد دخول تكنية الفار إلى كرة القدم كرات مثل هذه اللعبات تحتسب كتسلل وهدف صحيح لآيكس تم إلغاؤه وقال إيه بقى قال أنا بصفتي سفير للفيفا حاخد اللعبة دي وروح أناقش فيها الناس بغرض تطوير اللعبة هو ده اللي بيعمله النادي الأهلي بالزبط هدف النادي الأهلي في أمور مرين عليها يا أحمد فيما تخص داخليا مطالبته بالفار وفيما يخص شؤون الاتحاد المصري كرة القدم في قضايا كتير جدا ودلوقت النادي الأهلي لم يكتفي بدا بدأ يعمل نفس الدور فيما يخص الاتحادات الدولية عشان يلفت نظرها لأن الاتحادات المحلية أو القرية النادي الأهلي بيعاني معاهم من أنا مش بقول فساد ولكن بيعاني معاهم من مظلومية واضحة جدا يا أحمد وحسنا فعلا النادي الأهلي أي أن كانت نتيجة الشاك لا والتاريخ يا فارس التاريخ يعني النادي الأهلي في 1994 يناير 1994 بيلعب موارات السوبر الأفريقي النادي الأهلي بيخسر بطرس ما تبل بطرس ما تبل طرد واضح جدا المفروض إيمانويل داخل ضرب بدون كورة على ياسر ريان بيتم طرد محمد يوسف ده في لقطة النسبة تبتكرهاش صابت كابتن شو بيه طبعا إيمانويل داخل متعمد تاني برضو يعني لو كانش اضطرد في ياسر ريان لا فاخد داخل والإصابة دي بزرق لا والإصابة دي كانت سبب أن جول إيمان منصور تصويب داخل المرمى نكتشف بعد كده أن الحكم ده 3000 دولار أو غيره وياخد قضية رشوة في 2004 الحكم طبعا جول إنرامو الشهير في 2009 في وراءة للتراجي لمبتين برضو يتم شطبه مدى الحياة فالنادي الأهلي لما يجي يطالب الفيفا فأنت المفروض كإعلام مصري كاتحاد كرة مصري تدعم موقف النادي الأهلي النادي الأهلي في موقفه أمام التراجي وإقاف وليد أزارو المهاجم الوحيد لمدة مباراتين الكاف عملها بمنتاز زكاء لو كان الإقاف ده ثلاث مباريات كنا هنقول نقدم التماس فاللعب يلعب لغاية لما يتحدد معادل التحقيق لكن هو عملها لك مباراتين وبدون سبب واضح يعني الكاف لم يعلن عن سبب إقاف وليد أزارو وطبعا كان خارج متفاكر البياني اللي خرج وقتها بيسيء المدرب النادي الأهلي كارترون وقتها في صبقة ما شفناش ولكن يا أحمد هل اتحاد الكرة المصري كان له دور؟ اتحاد الكرة المصري بعكس كل الاتحادات الأهلية في الدول كلها أنا ما شفتش اتحاد في أي دولة في العالم ما بيساندش فرقه لا الاتحاد المصري بيساند فرقه صحيح إلا النادي الأهلي بيساند إلا النادي الأهلي بالضبط هو ساند الإسماعيلي وده على فكرة بنطالب به وساند الزمالك في الكونفدرالية بشكل واضح جدا وبرضه بنطالب به بس مش بنطالب ناخد أكتر من حقنا زي ما في نهاية فقرتنا حابب بس كدورنا التواصل مع السوشيال ميديا الزميل محمد علي وهو زميل على السوشيال ميديا لينا بن عزيف وفاة والده ربنا يتولى برحمته وحاجة تانية هو هادف بنشوفه على السوشيال ميديا ولكن بعد المحتوى بيتم نقضه هو عمل فكرة جميلة رائعة جدا يحمد حابب أديله الكريدت بتاعها فيما يخص كوادر أهلوية وجاب عدد حوالي عشر كوادر ويبدأوا يتنافسوا ويطرحوا أفكار والمسابقة دي فاس فيها محمد إسماعيل ومحمد علام عجبتني فكرة التجديد اللي بيعملوا جمهور النادي الأهلي وحنحاول يبقى لهم تواصل معنا بعد كده بإذن الله وعايزين بقى نختم بفكرة ميتشو حابين نعرف فيديو كده كنا تناولناه هنا ونرجع نعقب عليه نطلع للفيديو رحات خرجت الفترة الأخيرة تناولها أكتر من موقع منهم يلا كورة لميتشو اللي بيقول إن نادي الأهلي فوضو بعرض مالي أكبر ولكن مشاعره لم تسمح لي بالتخلي عن نادي الزمان عجبتني عجبني موضوع مشاعره وعجبني كمان ميتشو زكي والزكاء مطلوب ولكن تستطيع أن تغدع بعض الناس لبعض الوقت ولكن لا تستطيع أن تغدع كل الناس لكل الوقت بس تسدق يا فرس أنا بحب التصريحات دي بالضبط وإحنا قلنا إحنا قلنا البعض بيشوفها زكاء لا أنا بشوف إن التصريحات دي خصوصا لو لها خلفية تانية بمعنى ميتشو قبل ما ييجي الزمالك إحنا هنا بنتناول المدرب مش بنتناول أندي هو تناول تصريح المدرب لما اتكلم عن ناهل أهلي فبالتالي إحنا بنرد من منطلق إحنا المفروض نرد عن ناهل الزبط هو قال قبل ما ييجي لصحيفة تايمز الجنوب أفريقية قال إنه هو على الزمالك عشان يقدر يضمه إنه هو يدفع الكثير من الأموال وإنه هو لحد دلوقتي ما فيش المفاوضات لها أي أساس من الصحة ميتشو كان بيضغط هنا في رأيي بالتصريح ده إنه هو يوصل لأعلى راتب ممكن داخل الزمالك وما اعتقدش الشخص اللي بيكون في حواراته الصحفية بيلعب على فكرة إنه أنا عايز راتب كبير من النادي عشان أوافق هو اللي حيرفض عرض من النادي الأهلي وهو الراتب بتاعه أكبر والنادي الأهلي أصلا ما حاولش يتفاوض مع ميتشو وما حاولش وإمتى النادي الأهلي ومدرب على قوة نادي تاني حاول يضمه حتى مع فكرة باقي المشاعر أنا هنا بقيم أنا حطيت معيار المادة والفلوس والراتب هو اللي ارتضل نفسه المعيار ده أحمد زي ما احنا قلنا احنا على وم حابنا نوضح الصورة وأعتقد احنا جايبين تصريحات هو طبعا موقع يلا كرة ترجم التصريحات دي فأعتقد الأمور باقت واضحة للجميع 107 يوم لميتشو 13 مباراة فقط كانت المدة اللي احنا محتاجينها بس عشان نتأكد إن ميتشو ما يقدرش يغدع كل الناس لكل الوقت هو ده اللي قلناه عن ميتشو وهو ده اللي اتكلمنا فيه عمرنا ما نتناول فكرة رحيل مدرب للمنافس من عدمها ولكن المدرب ده هو اللي مس النادي الأهلي بفكرة إن النادي الأهلي عرض عليه مبلغ أكبر وهو رفضه نفس المدرب اللي قلنا إنه هو بيستهوى اللعب على جمهور نادي الزمالك بشعرات رنانة وده اللي حصل فعلا كعادة كتير قوي من الناس اللي بتحب تبقى أبطال من ورق عند جمهور نادي الزمالك وبنشوف كابتن أحمد عيد عبد الملك اللي كان بيتكلم عن اللعبة في النادي الأهلي قد إيه شرف كابتن أحمد عيد عبد الملك المنتمي اللي كان بيتكلم إنك ماينفعش أبدا تخسر جمهور النادي الأهلي هو هو كابتن أحمد عيد عبد الملك اللي بيعمل نفس اللي بيعمله ميتشو بالزبط تصرحات يقدر يغدع بيها بعض الجمهور لبعض الوقت مش بس كابتن أحمد عيد عبد الملك احنا عندنا الأمثلة كتير هما الناس بتلاقي رواج جدا مش عايز أذكر أمثلة ولكن شفتنا وإحنا بالصيف وإحنا في الصيف بنقول إن الموضوع كلها شعرات رنانة لكن ربنا يوفق كل الأندية وأعتقد هما جابوا مدير فني أفضل من متشو تصميت مرة ونطلع على تعقيب آخر بقى فارسة إحنا قلنا الجمهور وكابتن محمول خطيب نسمع جزء من كلمة الكابتن محمول خطيب في الاحتفال اللي تم بمناسبة وحدة الأهل الاقتصادية الأستاذ بتاع النادي الآلي نه الأستاذ السلام إن شاء الله هو أستاذ النادي الآلي القادم بإذن الله أو اللي احنا بنسعى أن احنا نكمل بروتوكول التعاون ده أو مذكرة التفاهم دي لعقود بإذن الله في خلال شهر من دلوقتي إن احنا نوفر بقى جماهير قد كده كان بالنسبة لنا متأثرين جدا لجمهورنا عشان يروح وراءنا برج العرب ويسافر ويرجع في نص الليل حاجات بالنسبة لنا كانت مزعية جدا لكن ما كناش هفين نعمل حاجة نعتقد بوجود الأستاذ السلام حيكون هناك مكان لجمهورنا إلى أن نعمل أستاذنا أو إن شاء الله نبتدي في أستاذنا وقت ما يخلص إحنا بنقل هذا الأمر الأستاذ ده بيروح بقى أستاذ الأهلي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يعني مهم جدا مهم جدا زي ما قلت رئيس النادي يكون عنده حرص كابتن حول خطيب المتأثرين بأن أولادنا بيروحوا يسافروا ويرجعوا الفجر فالمفروض أن يكون فيه إستاذ وكان فيه سعي أن يكون لك ملعب هنا في القاهرة طبعا جمهور النادي الأهلي من كل المحافظات ولكن في النهاية أنت نادي قاهري فالمفروض اللعب أو اللعبك يكون داخل القاهرة ويوفر السفر والصار للجمهير نتمنى الرسالة دي تصل للجمهير جدا وزي مقدارة النادي الأهلي متمثلة في رئيس النادي الأهلي كابتن حول خطيب حرصين جدا على أنك تتواجد وحرصين على أنهم يريحوك نتمنى تكون عندك نفس الحرص على النادي الأهلي أحنا مش بقول لك على أشخاص عن النادي الأهلي تشجيع مثالي تشجيع باحترام أو لما يتحط شعار النادي الأهلي على ملعب السلام ده بيتك تدخل تحافظ على بيتك استاد الأهلي أو ملعب الأهلي هو بيت لكله مشجع أهلاوي لو وصلت أن أنت لازم تنظف الملعب أو المدرج قبل ما تسيب المدرج لازم تعمل كده عشان يكون وتشجيعك يكون للنادي الأهلي وتشجيعك يكون في نطاق الكرة النادي الأهلي بيفقد كتير جدا في عدم وجود جماهيره جمهور النادي الأهلي هو اللعب الرقم واحد على مدار التاريخ كل الفرق كل الفرق وبلا استثناء ممكن في وقت من الأوقات يكون الجمهور عليها نقمة أو سلبية أو وسيلة ضغط إلا جمهور النادي الأهلي دايماً بتطلع من لعيبة النادي الأهلي أقصى طاقتها فأرجوك ما تحرمش النادي الأهلي من وجودك داخل المدرج بتصرفات ممكن تكون مش مسؤولة لا واستحمل عشان النادي واحنا بنشت كل الأطراف بمعاملة الجمهور بالشكل اللي يساعده في رسالته والجمهور يؤدي رسالته وزي ما دايماً بنقول من غير جمهورك مصيرك مجهول نطلع لفاصل ونرجع لآخر فقراتنا أهلاً بحرفكم من جديد وفقرة ريمونتادة فقرة طبعاً في مباراتين الأهلي وباني سويف والزمالك والشرقية كانوا في بطولة الكاس حصلت بعض الأخطاء التحكمية وإحنا قلنا في السندودة هيكون علينا عليكم لكن مسابقة الكاس تكون مختلفة شوية لكن بعض الأراء خرجت من الجانب الآخر على رسوم الكابتن خالد الغندور بتويتا أو بوست قال يا طرى باني سويف هيشتكي التحكيم للفيفا طبعاً ده بعد مبارات الأهلي وباني سويف والحقيقة كابتن خالد طبعاً وبيسخر من فكرة خطاب النادي الأهلي للفيفا لكن الحقيقة كابتن خالد من حق أي نادي حصل أصاد وأخطاء تحكمية زي النادي الأهلي أمام النجم الساحلي يشتكي للفيفا لو هو فعلاً حصلت قدامه أخطاء من حق نادي زي نادي المقصة حصلت قدامه أخطاء في مبارات الزمالك وخسر المباراة اللي المفروض له رقلتين جزائي خلوه يكسر المباراة ممكن يشتكي للاتحاد المصري والكاف والفيفا زي مباراة المقاولين العرب قدام الزمالك الاتحاد قدام الزمالك حتى نادي مينية سمنوت في كاس مصر قدام الزمالك أو مازينبي قدام الزمالك أي نادي قدام أي فريق يقدر يشتكي للكاف والفيفا ده حقية وصلة للجميع أنا أعرف نادي أعرف نادي يعني بيشتكي الفيفا عشان ياخد نادي القرن ما هو مشتكيش بالمناسبة لا على قال النادي الآلي راح هو مرح أقول حيشتكي آه أنا لما بيقع علي ضرر وعارف أن أنا وقع علي ضرر باتجه حضرتك بالك 16 سنة يا كابتن خالد يا كابتن خالد 16 سنة بتتكلم في قضية نادي القرن اتغير الكاف واتغير الفيفا وما تقدمتش بأي شكوى غير شكوى على شاشات بس كابتن خالد هنجمع المستندات قال اللي عنده مستندات يجيبها وحنطلع كلنا مع بعض رحلة واحدة كده هو تقريبا لسه بيجمع والرحلة مش هتطلع يعني على حسب على حسب تكمل العدد لكن يا كابتن خالد احنا عشان نكون منصفين بالفعل فيه ركلة جزاء واضحة نتيجة لمسة يد الكابتن أيمن أشرف في الديئة التانية ليباني سويف لكن دايما بقولك ما تحاولش تشوف بعين وحدة لأن في نفس المباراة فيه أخطاء تحكمية لصالح النادي الأهلي ومشي النادي الأهلي يا كابتن خالد اللي يحتاج لهم ساعدة تحكمية أمام نادي باني سويف ما احترامنا الكامل لنادي باني سويف تعالوا نطلع نشوف تعقيم الحكم الدول السابق أحمد الشناو على أخطاء المباراة ونلقى ركل الجزاء على أيمن أشرف واضحة وصريحة لكن في الجهة الأخرى ركل الجزاء للنادي الأهلي يعني الحكم خطأ خطأين خطأ لصالح النادي الأهلي وخطأ ضد النادي الأهلي والخطأين لم يؤثروا في نتيجة المباراة يا كابتن خالد على عكس الأخطاء التحكمية اللي بتحصل لنادي الزمالك دايما تكون مؤثرة في نتيجة المباراة بس هو الفكرة كلها إن ممكن نادي الزمالك يستفيد من 10-15 ماتش أخطاء تحكمية وييجي ماتش يكون خطأ تحكمي فادح إلحق أحمد سامي إلحق حسن شحاتة فاكرين جون حسن شحاتة الملغي في 82 ونبدأ نعيش على كده برغم من موسم 82 مجاملات من اتحاد الكرة ومن لجنة الحكم ده بص اللجنة اللي كانت بالدير الدوري استقالت من كتر مجاملات محمد لطيف لنادي الزمالك موضوع صعب جدا وأعتقد إن دايما فكرة العين الوحدة فارس شايفوا أخطأ بني سويف ما شوفوش أخطأ من المباراة الوحدة من العين الوحدة مش كابتن خادر غندور بس اللي شاف بيها كابتن أيمن مشالي لعب الزمالك الصادق تقريبا كان عنده نفس العين الوحدة نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب أيمن خلينا سألك على لعب للمحلة وللمصري وللزمالك أولا هل الحكم بيفرق معاه لون التيشرت الأبيض من الأحمر من الأغضر من الأزرق ولا بالنسباله ممكن يخاف من أنه جميع جرية لا شوية بيفرق معاه شوية بيفرق معاه شوية جمهرية ومش جمهرية ولا أهلي وزمالك أكتر وأي حاجة تانية زي بأكتر يعني حتى المصري والإسماعي والإسماعي أقمار أصدي كده لأنه برضو أقتها كان الجمهور وأيام برضو ما كنت بلعب كان بيفرق معاه في ملعبك ولا برا ملعبك والله غمورك معاك ولا لا طبع لا يعني أنت بتلعب مثلا بنلعب المحلة مثلا باللعب في ملعبنا في غز المحلة جمهرية كبيرة برضو أكتر من جمهر الأهل أو أكتر من جمهر الزمال فبيفرق معاه الجمهور بيفرق مع الحاكم الحاكم بيخاف من الجمهور طي أكيد وبيخاف من لون التيشت ساعد يعني يديك ضربة جزاء مش ضربة جزاء أوي بس عشان أنت بتلعب في نادي جميع مبارح كان فيه اتنين ضربتين جزاء فيه في ماتش بانسوير والله ما شوفتوا ضربة جزاء إيه فيه اتنين نفس العيب آيمن أش والله جات فيه ده مرتين وضربة جزاء مش تيجي فيه وما تحسبتش والحاكم كان شايفه أكيد شايفه يعني كابتن أيمن مشالي شاف أخطاء بانسويف بس يا كابتن أيمن ما شفت شكوع كده ولا كده يعني ما شفت شكوع طارق حامد في المبارات الشرقية ولكن انت شفت بس أخطاء النادي الأهلي في المبارات بانسويف وكمان شفت الأخطاء من جانب واحد دربتين جزاء وعجبني أوي الأهلامي كريم خطاب بحسه الزمالكاوي العالي جدا يا أحمد بس أخطاء فقا للحق آه في توجيه بس السؤال أنا عايز أتكلم في طريقة قال له أنا ما شفتش الماتش وبعد كده أتكلمه في حاجة جميلة أوي قال له دربتين جزاء وهو حسابهم وهو شايفهم يعني السؤال فيه سيغة تقريرية يعني هو بيؤكد الواقع في نفس الوقت بس أنا ما شفتهاش كابتن أيمن مشالي تعمت سوق نية الحكام تعمت سوق وهو ما شفش أصلا وكابتن أيمن مشالي كان مركز جدا جدا في مرات النادي الأهلي ما شفش فيها غير لعبتين اللي شرحنا كابتن أحمد الشناوي قال إن النادي الأهلي لو فيه خطأ لصالح باني سويف كان فيه خطأ بيقابله للنادي الأهلي لم يحتسب ولكن احنا بنتكلم في حد بيشوف بعين وحده بس أحقا كان الحق بعد كده في الحلقة الأستاذ كريم خطاب قال له بس فيه طرد مستحق لطرق حامد هنرجع نتكلم في الطرد مستحق لكن زي ما احنا لسه كابتن خالغ ندول قال له طلب عن السوف يا شيكو ولا برضو الأستاذ شادي عيسى عنده على تويتر دلوقتي بيقول الكاف بيراد الأهلي بعشر نقاط وقت بدل الضايع في مبورات الضايع تعود عن الوقت الإضافة اللي ما تحسبش في النجم لا بص يا أحمد دي ما معهو الساعة عشان ما نفكرش ما معهو الساعة لا وبعدين أنا فائز 2-0 مش محتاج أصلا لكن هو الأستاذ شادي دايما بيقول أنا معرفش خيالي واسع ولدي فأعتقر هنا خيالك واسع أو يا أستاذ شادي وخد نفس الرد بتاع اللي ردنا كابتن خالغ ندور يعني يمشي معاك برضو الوقع فارس لها نتكلم فيها بما أننا استعرضنا مش هايزين شو باين واحدة وقع الطرد طرق حامد لدرجة إن احنا بدأنا نسأل هو أمتى هيعترض طرق حامد خاصة هو يستحق الطرد تعالوا نشوف مبارك الشرقية اللي في نفس الدور في كاس مصر بنقيم الأهلي وبنقيم الزمالك بنقيم الأخطاء هنا والأخطاء هنا بما أنكم اتكلمتم عن الأخطاء اللي تخص باني سويف فحابين نقولكم طب ما تيجوا تشوفوا الأخطاء اللي تخص الشرقية اللي عملت إصابة للعب اللي طلع بتصريح إنه ممكن يعمل عملية جراحية وطرق حامد لم يعتذر لي تعالوا نشوف رأي التحكيم أو خبراء التحكيم في الواقع طبعا هنا طارق حامد راح بالراح عشان يلعب الكرة استخدم مرفق إيده في وجه اللعب الشرقية تمام أنا هنا مش هتكلم طبعا هنا القرار التحكيمي في الكرة دي ركلة حرة مباشرة وكرت أحمر على طارق حامد لاستخدام الخشونة الزائدة خشونة الزائدة مع لعيب نادي الشرقية تمام الكرة دي أنا يعني طبعا تحكيميا سهلة جدا كرة زي دي ممكن تكلف منتخب مصر وممكن تكلف نادي زمالك في المبارات الأفريقية كارت أحمر ده كارت أحمر سهل أنا كنت أتمنى من اللعبة دي يعني هو حسبها فاول لكن طبعا طارق حامد الكوع بالشكل ده والكرة في الأرض ودخل في الوش بالشكل ده يعني أنا عايز أقول ده يعني الكارت الأحمر والطرد ما فيش فيه يعني ما فيهاش فصال لعبة ما فيهاش حاجة لنا يعني لكن هو إنه يتجال حتى ندي إنذار على أقل ما فيش هنا كابتن مدون معاطعة حضرتك هنا لازم بقى عنده دروس مستفادة الموضوع يتكرر كتير جدا وبيدف وحيدفع فرقته تمن لازم يبقى عنده هدوء أكتر من كده لازم بعدين نخلي بقى على مستوى المنتخب يعني أنا عايز أقول ممكن على مستوى المحلي واحد مرة اللي الزمالك مش هارك فيها في أبطال القندية بعتقد أن الحاجات دي مش مقبولة على كل المستوى يعني مش هتمر بصراحة مش هتمر كده يعني هو بعيدا عن اتفاق خبراء التحكيم على نقطة مهمة جدا وهي الطرد بوضوح يمكن طرق حامل نفسه لو حكم هي تسب على نفسه هي ترد نفسه برا الملأ لكن في نقطة خطيرة جدا كعادة تصريحات الكابتن أحمد الشناوي خبير التحكيم قال أصل الموضوع ممكن مرة جوة لأ مرة برأة ده إشارة واضحة جدا عن التحكيم المصري وده يصير تساول كبير جدا هو إمتى طرق حامل هيطرد أنا بدأت أحس يا فارس إن طرق حامل كاسيميرو العرب لا كاسيميرو العرب إيه ده احنا هنوريكوا بقى الفكرة هي مش لعبة احنا مش جايبين النهاردة عشان موضوع الشرقية خالص انسى موضوع الشرقية احنا هنقدم لكم فقرة عن نجم ال-WWE نجم الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة الذي ضل طريقه الحلبة المصارعة وانتقل لملعب كرة القدم كابتن طارق حامل نطلع نشوف مجموعة الفيديوهات دي ونرجع عشان عندنا تعقيم مهي الله العظيم أنا جسمي واجعني من كمية الضرب اللي في الفيديوهات ده ده تلطيش يعني أنا احنا ثلاث دقائق ضرب يعني كله ضرب ضرب بنحضر الفيديو ده زميلنا شادي صبري قالك طارق حامل وقف في البيت بيدرم لا حاجة مش طبيعية يا جماعة احنا بنتكلم كابتن طارق حامل لاعب دولي ولاعب مؤسر ولاعب كبير ولكن مش معقول السلوك المتكرر ده على مدار كل الفترات اللي فاتت وخصوصا تحت حماية نادي الزمالك ما بيلاقيش أي عقاب عارف يا كابتن شناوي حضرتك بتقول طارق حامل لاعب جميل ولاعب جيد بس كان يستحق على الانظار السبب الرئيسي وراء ان كابتن طارق حامل ما بيغيرش من سلوكه اللي ملهوش علاقة بكرت القدم ده في تعمد إزاء اللاعبين بالمرفق هو ان حضرتك في كل مرة في تحليلك بتقول لاعب دولي لاعب جميل لاعب جيد بس العنف يعني كان ممكن يستحق الطارد بس هو أخذ انظار لا حضرتك دورك كحكم سابق لك تاريخك انك توجه رسالة لللاعب في كل مرة كابتن طارق حامد يا حكام بيتعمد تكرار السلوك ده بنفس الشكل فلازم منكم يكون التعامل معه بالبطاقات الحمراء عشان يتوقف عن هذه العادة السيئة مش معقول اللي شفناه في الفيديوهات المتكررة دي واللاعب بيحافظ على نفس طريقته لدرجة انه هو في مرة هتسبب للاعب بإزاء كابتن طارق حامد مرة حتى زميله سجل أدب في المنتقى بوه بيحتفل عواره حتى بالجال الزمالك أصلا علقت على الموضوع ده والحقيقة يا فعلا عادة سيئة وانت بتوجه رسالتي كابتن حمش تناوي انا بوجه رسالتي للحكام تحكيم المصري موسم 2014-2015 صنعته من كل لمسة لباسم مرسي ركلة جزاء فبقى باسم مرسي اول ما يدخل يشوف منطقة الجزاء يقع خلاص بقى عارف انه هياخد ركلة جزاء انتو بقى لكم اربع سنين طرد واحد لطارق حامد في مبارات المقاولين الحكام ابراهيم نور الدين كان عامل تمثيلية رابط دماغه ومتعور ومصاب وعز جدا على الكابتن ابراهيم نور الدين ان هو طرد طارق حامد فمنح الزمالك ركل الجزاء في ديئة 92 ما فيهاش اي ركل الجزاء وقدر ديودار يسجل هدف الفوز للزمالك فرسال الحكام انت اللي بتضر لعيب مصر بعدم حمايتهم لابد من حماية لعيب مصر ومنح كل فريق حقه ولابد كمان من الحفاظ على لاعب بقيمة طرق حامد لان انت لما تدي طرد هيتعلم المرة الجاية انه يبتعد عن الخشونة ويركز في لاعب الكرة فاكيد ده هيقوم سلوك طرق حامد ويبطل العدس سيئة زي ما قال الكابتن احمد شبير لكن عشان اجابة سؤال هو ليه طرق حامد مش بيتطرد اللي في موسم اخير مع اسموها طرد اربع مرات وفاربع مواسل مع الزمالك الطرد مرة الاجابة هتكون عند الكابتن احمد عيدة عبد الملك مجنناك الحتة بتاعت وانا لابس الفانيلا البيضة اه طبعا كان بيقول لك ايه بقى السنة اللي فاتت خدت ثلاث انزارات بمزاجي عشان اريح في الزمالك السنة دي واخدت حوالي تمانية منهم اتنين طرد مش بمزاجي كانش في حد يقدر في المتشاط في المتشاط اللي كنت باخد فعل انزارات انت السنة اللي فاتت ما كنتش بتقدر تتكلم معايا انت بتقوله كده اه كنت بقوا عايز يسيبك لا بس بعد ما بدي هو ده السبب اللي قاله الكابتن احمد عيدة عبد الملك الزمالكاوي اللي كان يتمنى اللاب للنادي الاهلي هو ده السبب بيتكلم الحكام بقوله انت ما كنتش تجر تعمل كده معايا وانا في الزمالك انا خدت ثلاث انزارات في الزمالك عشان اريح ده الكابتن احمد عيدة عبد الملك واعتقد ما اعرفين ماذا زمال كويت واللي بيحصل على السوشيال ميديا خلاله اعتقد رأي واضح وصريح جدا زي ما اتقال كده الكابتن رضا عبد الملك قبل كده الحاكم يقول له ارمي نفسك وانا هديك راكل الجزاء ده هو التمنتاشر موضوع صعب جدا وده اجابة السؤال نتمنى نتمنى من التحكم المصري ما يميزس الوان سواء اهلي او زمالك مفيش تمييز لالوان اللاعب المخطئ يعاقب وبالمناسبة عشان محدش يطلع يقول ان قناة النادي الاهلي بتتناول قضايا تخص نادي الزمالك لا ده موضوع قلنا قبل كده احنا بنتناول لا نتطاول وقلنا ان احنا تحت مظلة مسابقة واحدة بالزبط مسابقة واحدة فلازم منحق الجميع زي انت بالزبط ما بدأت الكلام وقلت هو تليفونات بني سوف ما بيشتكيش ليه زي ما الكابتن شاد عيسى دلوقتي بيقول هو الهلال السوداني كده من حقه زي شمعنا قال يقدم احتجاج للفيفا عشان عشر دقيق وتضيع فانت بما انك بتتناول فاحنا هنا بنرد بس بنرد بما يوليق بالنادي الاهلي وبدون تجاوز وباحترام تام للمنافس واحترام تام لكل لعب المفسين لكن احنا بنرصد حالات واضحة وصريحة بالزبط انت حيبقى عندك اساطير في النادي الاهلي كل تاريخهم في انذار او انذارين وعندك طارق حامد بيتعمد اذا بعض اللاعبين ودي كانت رسالة والله العظيم فيها جزء كبير جدا من الامانة عليه هو عشان لما يسيب في مسيرته حاجة ما يسيبش تصريح للاعب كان بيقول ان انا هاجري عملية جراحية حلقتنا ونهاية رحلتنا معاكم تاريخ النادي الاهلي خط احمر مش بس عشان له انتشرته ولا عشان علم النادي الاهلي بالخط الاحمر ولكن عشان بالنسبة لجمهوره خط احمر ممنوع المساز به نشوفكم في حلقة جديدة من الاهلي خط احمر اشتركوا في القناة